الحرب مستمرة إلى أجل غير مسمى تلك هي الحقيقة التي تستشف من ثلاثة مصادر أولا الوقائع الميدانية من غزة إلى لبنان التي تؤكد على مدار الساعة أن إسرائيل ماضية في عدوانها غير آبهة لا بعدد الضحايا أو حجم الدمار ولا بالمواقف الإقليمية المنددة أو المناشدات الدولية المتكررة وأسوأ ما في الموضوع أن التباين القائم في الداخل الإسرائيلي حول مقاربة الكيان العبري لمعركة غزة يكاد يتلاشى عندما يتعلق الأمر بلبنان وبالقتال الدائري مع حزب الله ثانيا دخول الحرب عنصرا مؤثرا أساسيا في الانتخابات الأمريكية التي تجرى بعد أقل من شهر وفي أحدث المؤشرات إلى ذلك التهافت على التواصل مع بن يمين نتنياهو من المعسكرين المتنافسين إذ لم يكد يعلن عن اتصال بين جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي على أن تنضم إليه كامال هاريس بعيد إرجاء وزير الدفاع الإسرائيلي زيارته لواشنطن حتى بادر دونالد ترامب وفق ما أعلن مكتب نتنياهو إلى إجراء اتصال بالأخير لتهنئته على العمليات القوية ضد حزب الله وفق وصف البيان ثالثا الموقف الصريح لرئيس مجلس النواب نبيه بر هذا المساء حيث أعلن لصحيفة الشرق الأوسط أن لا تقدم إيجابيا في شأن وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان غامزا من قناة الأمريكيين الذين يقولون إنهم مع وقف الحرب لكنهم لا يفعلون شيئا لتحقيق ذلك وفق ما لفتت إليه الصحيفة نقلا عن بره غير أن اللافتة في كلام رئيس المجلس النيابي إشارته إلى أن تفويد حزب الله له الذي ورد على لسان الشيخ نعيم قاسم أمس ليس جديدا نافيا في الوقت نفسه أن يكون رفض التفويد المذكور وفي سياق الحركة على الساحة الداخلية التي تشهد مشاورات بين مختلف الكتل لفت اليوم استقبال رئيس الطيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لمنسقة الأمم المتحدة في لبنان والسفيرين البريطاني والفرنسي حيث تركز البحث على ضرورة مساهمة هذه الدول والمؤسسات الأممية بالضغط على إسرائيل لتوقف عدوانها كما تم التطرق إلى تأمين المساعدات وأكد باسيل لزواره الثلاثة أن ما ترتكبه إسرائيل هو جريمة حرب وتطهير عرقي يوحي بوجود مخطط لإحداث فتنة داخلية والتلاعب بالنسيج الوطني اللبناني وهو أمر مطلوب إدانته دوليا وفق باسيل الذي شدد على تجاوز كل الاعتبارات وانتخاب رئيس للجمهورية لوقف انهيار الدولة ومواجهة الأخطار الوجودية على أنواعها وفي غدون ذلك وعلى الخط الإقليمي سجل لقاء بارز في الساعات الأخيرة بين ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الإيرانية في وقت أعلنت الخارجية الفرنسية أن باريس ستستضيف اجتماعا وزاريا دوليا بشأن الأزمة في لبنان في 24 تشرين الأول الجاري على أن يركز على الوضع السياسي الداخلي والمساعدات الإنسانية فضلا عن تعزيز الدعم للقوات المسلحة اللبنانية أما على المستوى الميداني وفيما يبدو أن إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي لم تأتي بعد على ذكر القرار 1701 فتواصلت الغارات كما الردود النوعية في وقت لفت نشر حزب الله فيديو جديد ضمن سلسلة الهدهد ليشكل مع سلسلة الرشقات الصاروخية التي طالت مدنا ومستعمرات بعيدة رسالة واضحة مفادها أن المعركة بالنسبة إلى حزب الله لم تنتهي بعد